أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن بالغ سعادته بالإنجاز الجديد الذي حققه فريق البحرين فكتوريوس للدراجات الهوائية عبر الفوز بلقب طواف بيني لوكوس الذي أقيم لمدة سبعة أيام في هولندا وبلجيكا وتحقيق المركزين الأول للدراج سوني كولبريلي والثاني للدراج ماتيش موهريتش والقميص الأبيض إضافة إلى الحصول على جائزة أفضل أصغر دراج للدراج موهريتش وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذا الإنجاز الجديد يؤكد ما وصل إليه فريق البحرين فكتوريوس للدراجات الهوائية في المشاركات الأوروبية والعالمية حيث أن الألقاب دلالة واضحة على سير الفريق وفق الخطة المتميزة التي تساهم في موصلة الترويج لمملكة البحرين ضمن الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن فريق البحرين فكتوريوس للدراجات الهوائية كتب قصة نجاح مميزة في طواف هولندا وبلجكا والذي يعتبر من أقوى السباقات الأوروبية ويحظى بمشاركة واسعة وتنفس كبير بين الدراجين مبينا سموه إلى أن الروح العالية التي يمتاز بها الفريق سهمت في حصوله على هذه الإنجازات وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تطلعات سموه في موصلة حصد الإنجازات للفريق في المشاركات القادمة متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح ومشيدا بجهود الجهازين الفني والإداري والدراجين في إبراز المشاركات البحرينية في المحافل الخارجية